اهلا بكم اهلينا في بورس عيد واسماعليا واسكندرية عاملين شغل علي اوشي لقوا الاسعار بتاعت السمك عمالة تغلى وتغلى وتغلى في ايه بقى جماعة ومفيش تاجر راضي يا اخي يراعي ربنا فقالوا طيب خليها تعفل نسبة الى السمك ماشي هنشتري السمك تحديدا سلعة او يعني منتج سريع البوار يبوز على طول روحوا في التالك وبعدين لو بات خلاص ما يسويش حاجة فالسمك لو ما تبعش في يومها الليلة بوزت حصل انه تجار بورس عيد واسماعليا تصوروا ان الناس يعني هه دي دعوة كده فانكوش لكن طلع الجد فاول ساعتين انهارا او تراجع سعر السمك بنسبة خمسين في المية الحملة وصلت اسكندرية النهاردة الدعوة انها تنتشر في محافظات الدلتا هلنقدر نطبق ده على حاجات تانية زي اللحمة زي الفراخ احنا مش ضد ان التاجر يكسب بس ما يستغلنيش ما يقلبنيش لان الدنيا صعبة قوي وانتو بتكسبوا بصراحة بفترة ومش راضين حتى تنزلوا شوية فما فيش الاسلح المقاطعة 110 مليون مواطن لو قرروا مقاطعة اي منتج هيجبوا الارض هل انا ضد ده الاجابة لا ليه طول ما انت مستغل لكن الدنيا مش حلو وبترزق بالمعقول ايدنا في ايديك برحب بحضراتكم وبضيف الكريم دكتور عب منام السيد مدير مركز القارة للدراسات الاقتصادية وبعد مساء الخير دكتور عب منام تعليقك وهل شايف المقاطعة دي ممكن تسري على سلع اخرى وجيب نتائج مساء الخير واهلا بيك واهلا بسادة المستمعين طبعا سلاح المقاطعة سلاح مهم جدا وده بيستخدم في كثير من دول العالم انه يتم مقاطعة التجار او الفئة او قطاعات معينة بيكون فيها نوع من انواع الاستغلال الكبير فكرة ثراء الافيال المعتادة داخل الدولة المصرية في كثير من السلع في كثير من المنتجات في كثير من الخدمات دي مش موجودة لا موجودة في دول اوروبية ولا موجودة في دول عربية ولا موجودة في اي حاجة في الدنيا في حاجة اسمها مش ربح اكسب ولازم تكسب ولو التاجر ما اكسبش وهو داخل انه في اي مشروع ما اكسبش طبعا انا انصحه يحط فلوسه في البنك ما يشتغلش خالص بيه ويقعد كده لكن يكسب بايه يكسب بمعدل طبيعي في المتواجد في كل السلع لكن هي فكرة ان يكون هناك سياسات احتكاوية لبعض المنتجات يبقى خمس ستة تجار هما المسؤولين عن الطماطم خمس ستة تجار هما المسؤولين عن السمك وهو ده بياخد طوح البحر كما يقال عليه وهو يبدأ يوزع ويتحكم في السعر ده هبيع النهار ده بكذا وده هبيع بكذا دون معيار دون وجود آلية معينة طبعا ده مرفوض النهار ده احنا مصر لديها طبعا احنا بنتطل على البحر ابيض وحي متوسط ونهو ينيل وعندنا مزاوعة سمكية وعندنا آآ لقاف غليون حاجات كثيرة جدا وانا السمك عندي غالي جدا ده انا بستود السمك ارخص من اللي موجود عندي طب ازاي طب ما السمك ده ايه 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 الحكمة ده هو بيجي من البحر وانت عندك المراج وعندك البحيرات تم تنظفها وعندك السربة السمكية وعندك البحر المتوسط وعندك البحر الاحمر وعندك آآ وحيرة ناصر وكل ده والسمك غالي يعني وغالي بطريقة كبيرة جدا يعني هل يعقل ان انا كيلو البلط يوصل مئة وتعاتين ومئة ربعين ومئة وستين في بعض الاماكن آآ آآ اكلة الغلبان بالزبط انا عايز اقول لي لأكلها الشعبية انت النهار ده عندك امكانية ان السمك ده يبقى هو الوجبة الشعبية الاولى في مصر من كتر البحار يعني انا دولة زي المغ بتصدر سمك انا النهار ده اه بصدر جزء لو اطلع من المزاوع لكن انا عندي احتياج كبير جدا داخل الاسواق والاشكالية كمان انه بدأت تتأسم مناطق والله منطقة آآ كومباون دات ومش عرف تجمع لا الاسعار فيها مختفع لا منطقة تانية آآ مثلا بحا آآ آآ ساحلية يعني انا برسعيد اسكندوية السويس اسماعيلية السمكي بغالي فيها ليه. اه. ده. اه. اه. لا فيه لا فيه عندي ناقل ولا عندي اي حاجة. فسلاح المقاطعة سلاح مهم جدا. واتمنى انه يستمر. وده هتعمل في قبل كده في اكتر من سلاح. صحيح وتعمل في اللحمة في السعيد. بالضبط. شايف لقدر نطبق ده على اللحوم واحنا دخلين على عيد الاطحى علشان التجار ما يزودهش. اه. اه. يطبق من دلوقتي لغاية قبل العيد بشوية هتلاقي الاسعار هديت ونذرت لانه الاتجاه العام ان الاسعار في اللحوم هتزيد. ده آآ عشان زيادة الطلب عليها في العيد. فبيبدأ الزيادة خلال الايام القادمة. لا انت م ممكن نتوقف عن استعمال لو دايما يقولوا كده ما كاناش راح مش هنموت. لمدة شهر وشهرين هتلاقي الدنيا بدأت تهدى مع تدخل الغواف التجارية. زي برضو. لاجهزة كهربائية. لاجهزة كهربائية في مصر زادت اسعارها بطريقة مبالغ فيها. ومش رادين برضو يخفضوا. ورغم ان احنا الحديث كله عن ايه? انه والله كان نشكله قبل كده الدولار. انا بجيب الدولار بسبعين جنيه. اصلا انا بعمل تمول في البنك. انا بدفع مية وعشون في المية. اصلا انا انا عنديش دولار. انا خايف من سعر السوق. طب الدولار النهاردة بنكلم من ستة وابعين لتمانية وربعين. طب انت نزلت تلاتين وربعين في المية. طب انت في وضعك ايه? انتاجك شكله ايه? مصر على نفس المكسب. طبعا. اللي احنا عندنا اه ده ينقول قواعد في داخل الدولة. اللي هي اهيه? اللي غلي ما بيرخص. ده واحد. اتنين اتاجر او بعض. بيقول لك انا والله الزبون يتعود معي على سعر معين يدفعه. خلاص. اتعود يدفع عشرة جنيه ياخ خمس تغريفة تعيش. الخلاص. اخفض له ليه? خلاص. طب انا هحسن حتى يعني شوف نقول الجبروت بتاع الناس. يقول لك لأ انا مش هنخفض السعر. طب انا هتزود له اه مريف عشرة جرام. يا عمي ما تخفض السعر. يعني العشرة جرام ده مش تكلفة. خفضهم. طب انت تن دي كان بستة عشرين وثمانية وعشرين ووصل لتناشة تلاتاشة الف جنيه. انت تخفض سيتين في المية. اه عندك عوامل تاني غليت عشان بعضهم يكون منصفين. الصلة. البنزين الصلة. الصلة. بالنسبة المخابس صلة. الصلة زاد. والنقل زاد. بس هامش الديادة ما يجيش نفس التكلفة اللي هو الاساس. انت العيش بيعتمد على تمانين في المية دقيقة. تمانين في المية. طب خفضوا لي شوية. حسسني ان في حاجة مش يدخل. اذا سلاح المقاطعة. سلاح مهم جدا. طبعا. سلاح مهم. نؤيده كمواطنين لدعم المستهلك. عايزين جمعيات زي حماية المستهلك. في غليون حاجات كثيرة جدا. وانا سمك عندي غلي جدا. ده انا بستود السمك ارخص من اللي موجود عندي. طب ازاي. طب انا. ما هو السمك ده ايه ايه الحكمة ده هو بيجي من البحر وانت عندك المراكم. وعندك البحيرات تم تنظفها. وعندك السربة السمكية. وعندك البحر المتوسط. وعندك البحر الاحمر. وعندك آآ بحيرة ناصر. وكل ده والسمك غالي. يعني. وغالي بطريقة كبيرة جدا. يعني هل يعقل ان انا كيلو البولت يوصل مية وتعاتين ومية ربعين ومية وستين في بعض الاماكن. آآ. اكلة الغلبان. ط انا عايز اقول لي. لأكلها الشعبية. انت النهار ده عندك امكانية ان السمك ده يبقى هو الوجبة الشعبية الاولى في مصر. من كتر البحر. يعني انا دولة زي المغرب بتصدر سمك. انا النهار ده آآ بصدر جزء لو اطلع من المزاوع. لكن انا عندي احتياج كبير جدا داخل الاسواق. والاشكالية كمان انه بدأت تتأسم مناطق. والله منطقة آآ كومباون دات ومش عاف تجمع. لا الاسعاب فيها مختفع. لا منطقة تانية آآ مثلا بحا آآ آآ ساحلية. يعني انا برس عيد. اسكندوية. السويس. اسماعيلية. السمك يبقى غالف عليه. اه. ده. اه. اسوال. لا فيه. لا فيه. لا فيه عندي ناعي. اه. ولا عندي اي حاجة. فسلاح المقاطعة سلاح مهم جدا. واتمنى انه يستمر. وده اتعمل في قبل كده في اكتر من سلاح. صحيح. وتعمل في اللحمة في السعيد. بالضبط. شايف لقدر نطبق ده على اللحوم واحنا دخلين على عيد الاطحى علشان التجار ما يزودهش. اه. اه يطبق من دلوقتي لغاية قبل العيد بشوية هتلا الاسعار هدية ونذلت لانه الاتجاه العام ان الاسعار في اللحمة هتزيد. ده اه عشان زيادة الطلب عليها في العيد. فبيبدأ الزيادة خلال الايام القادمة. لا انت ممكن نتوقف عن استعمال لو دي ما يقوله كده ما كاناش راح مش هنموت. لمدة شهر وشهرين هتلاقي الدنيا بدأت تهدأ مع تدخل الغواف التجارية. زي برضو. لاجهزة كهربائية. لاجهزة كهربائية في مصر زادت اسعارها بطريقة مبالغ فيها. ومش رادين برضو يخفضوا. ورغم ان احنا الحديث كل عن ايه? انه والله كان الاشكالية قبل كده الدولار. انا بجيب الدولار بسبعين جنيه. اصل انا بعمل تمول في البنك. انا بدفع مية وعشون في المية. اصل انا ما عنديش دولار. انا خايف من سعر السوق. طب الدولار النهار ده بنكلم من ستة وابعين لتمانية وربعين. طب انت نزلت تلاتين وربعين في المية. طب انت وضعك ايه? انتاجك شكله ايه? مصر على نفس المكسب. طبعا. اللي تعود عليك. احنا عندنا اه ده ينقول قواعد في داخل الدولة. اللي هي اه? اللي غ ايجر او بعض. بيقول لك انا والله الزبون يتعود معي على سعر معين يدفعه. خلاص. اتعود يدفع عشرة جنيه. ياخد خمس تغريفة تعيش. اه. خلاص. اخفض له ليه? خلاص. طب انا هحسن حتى يعني شوف نقول الجبرود بتاع الناس. اه. يقول لك لا انا مش هنخفض السعر. طب انا هزود له ريف عشرة جرام. يا عمي ما تخفض السعر. اه. يعني العشرة جرام ده مش تكلفة. خفضهم. طب انت طن دي كان بستة عشرين وثمانية وعشرين وصل لاتن انت اتخفض ستين في المائة. اه عندك عوامل تاني غليت عشان بعضهم يكون منصفين. السولر. 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 بالنسبة المخابز سولر. السولر زاد. والنقل زاد. بس هامش الديادة ما يجيش نفس التكلفة اللي هو الاساس. انت العيش بيعتمد على تمانين في المائة دقيقة. تمانين في المائة. طب خفضوا لي شوية. حسسني ان في حاجة مش يدخل. ازا سلاح المقاطعة. سلاح مهم جدا. طبعا. سلاح مهم. نؤيده كمواطنين لدعم المستهلك. عايزين جمعيات زي حماية المستهلك. وعايزين الغرفة التجاوية. اه تساني. والغرفة التجاوية مهم جدا. انها تدخل وتحط هامش ربح لكل سلعة. وهي تطلع بيان بالتجار والمصنعين اللي هما القائمة البيضاء والقائمة السوداء. لو فيه تاجر او مصنع بتخفض سعر. يطلع ويظهر ليه. ويعمل له كمان دعاية. ولو تاجر موسيق او تاجر زود. يعمل له قائمة سوداء. الكلام ده هيفرق جدا جدا في التعامل. الغرفة التجاية ووظيفتها تحميني. ووظيفتها تنظم القطاع ده والتجاوته الداخلية. خليني اطلع فاصل بعد الفاصل عندي موضوع مهم. النهاردة السيد وزير المالية دكتور محمد معيد بيعرض الموازنة الجديدة للدولة المصرية او للحكومة اللي هتبدأ واحد سبع القادم على البرلمان. تعال نقول يعني ايه موازنة? والموازنة دي هتفيدني في كمواطن. علشان اجغل بال حضرتك الساعة دي. وقعد اشرح حولك. لا عايز اقولك بتأثر عليك تأثير جامد اوي. بس تعال بصتها لحضرتك بعد الفاصل. ايما حضرتك كده او حضرتك بتمسك كراسة مسلا قبل الشهر ما يبدأ بخمسة ايام. وتقعد تكتب. انا عندي التزامات الشهر ده. عندي استجامعية. عندي استنادي مسلا. عندي مدارس حمادة. عندي اكل وشرب وكلام ده. اه وبتجيب الدخل بتاعك وبتقسم وبتشوف هيبقى فيه عجزة قد ايه. فبتقول طيب ده ناقص الفين جنيه. هستلفه الفيزا. لا انا جايلي جامعية. هتسدي. الدولة بقى والحكومة بتعمل نفس الفكرة. ودي فكرة الموازنة. بس بقى بتعملهاش على اساس جاري. دي دولة بتدير شعب. فبتعمل موازنة لمدة عام كامل. الموازنة دي عبارة عن حاجتي. احنا مصروفاتنا هتبقى كام؟ السنة الجاية. السنة الجاية يعني سنة مالية. السنة المالية في مصر بتبدأ اول يوليو. وتنتهي تلاتين يونيو من العام اللي بعدها. وفي لفس الوقت بتشوف طب الارادات قد ايه? غالبا اراداتنا اقل من مصروفاتنا. وبالتالي يبقى الحكومة هتستلف. تعالوا بقى ناخد تفاصيل اكتر من ضيفي وضيف حضراتكم بدكتور عب منعم السيد مدير مركز الكهيرة للدراسات الاقتصادية. الموازنة العامة هي بيان مالي بيطلع من الدولة او من الحكومة المصرية بتعد وزاوة المالية مع وزاوة التخطيط ده اساسه. في حاجة اسمها القطاع الموازنة داخل وزاوة المالية بيعد هذا المشروع بيتم عوضه على السادة الوزير محمد معيط ثم وزاوة التخطيط ثم يتم منقشته داخل الاقومة. يتناقش خلال الفترة من يناير لغاية شهر مارس. لازم وفقا للدستور المصري مادة مية ربعة وشوين انه يتم تقديم الموازنة العامة المصرية لمجلس النواب لمنقشته واكتراحاته وعمل عوض البيان المالي وتعديل فيه يبدأ من شهر ابريل او واحد ابريل يعني لغاية يوم تلاتين ستة. من واحد سبعة يتم اعتمادها وتطبقها. اذا كان هناك تعديلات هتم من مجلس النواب يتم التعديل خلال الفترة دي. ويتم الموافقة عليها من عدمه او التحفظات عليها او مواجعتها بعد كل شهرين حسب او لو فيه بند معين مش مطابق عليها. بس الموازنة دكتور عمينيام لازم ايضا رئيس الوزراء عنده فكرة بيها. طبعا لا. سيد رئيس الجمهورية. طبعا. ما اهضح لحضر. الوزارة المالية وزارة الوزارة لما بيتم الاعداد بيتم عرضة على الحكومة. حكومة يعني يقصد بها مجلس الوزارة. الوزارة. يتم من قشتها من كافة الوزارة لان كل وزير ليه مخصصات. انا وزير البحث العلمي. اه. بيجي لي والله كذا لا انا فندم انا عندي البيانات والاحتياجات المالية كذا وانا ناوي اعمل كذا. ويتم كل جهة. اه. وغير وان الموازنة ما بتيجي تعد بيتم ارسال لكل وزارة وكل هيئة. تعالوا. انتو ايه احتياجاتكم? ايه ما صفات كل فترة القادمة ايه توقعاتكم? اديوني يعني وضع ما اللي تصوروا ليكم خلال الفترة القادمة. فبيتم اعدادها على طبعا لازم الوزارات والمحافظين بيتشاركوا فيها. ثم بيتم عرضة عرضة مجلس الوزارة وطبعا رئيس الدولة لازم يتم الاعتمدة. اه لانه ممكن يبقى له توجه. طبعا. عايزة زود حماية اجتماعية. وده 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 تم فعلا. يعني بالفعل ده تم عرضه وتم زيادة المخصصات الخاصة بالدعم لمنجين الكلمة. طب الموازنة العامة بتقول ايه? المقترحة. طبعا الموازنة العامة زي محاك تفضلت وقلتها تبدأ من واحد سبعة الفين اربعة وعشرين. اللي هو كمان نقول شهرين كنت تقريبا. وهتنتهي يوم تلاتين يونيو الفين خمسة وعشرين. الارادات المتوقعة للدولة المصرية اتنين وستة من عشرة تريليون جنيه. يعني الفين وستمائة مليئة. دي الارادات اللي الحكومة هتجيبها. بالزبط. سواء كانت من الضغائب من الجمابك من معونات سواء كانت دعم جاي من الخارج سواء كانت تمويلات كل الارادات الناتجة اوصاف الارباح الناتجة من اه مؤسسات الاقتصادية. المؤسسات الاقتصادية او لا مش الهيئات لاننا الاستاذ الهائد دي هتكلم عليها. من شركات القطاع الاعمال. تمام? كل ده اراداتنا اتنين وستة من عشرة. ده الارادة اللي جاي. المصروفات المتوقعة على كل قطاعات الدولة. مرتبات ودعم واستثمارات وصحة وتعليم وكل حاجة الدولة بتقول انا متوقع اصرف ما بين تلاتة وتمانية من عشرة تلاتة وتسعة من عشرة. تحديد من موسيدا تلاتة خمسمة وتمانين او تمام وخمسين تلاتة تريليون وتمام وخمسين مليار. يعني تلاتة تلاتات تمنمية وخمسين مليار. تلات تلاف تمنمية. هلات ترح بقى المصروفات من الارادات يتي كل عجز الف وماتين مليار? الف ومتين مليار ده العجز. تقريبا. ده المتوقع او يعني المتوقع. معاد dips بيزيد عن كده ساعة التمية. ممكن يزيد عن كده بازن لانaugم يزيد عن كده لانه بقبدا الموازنة ما بتيجي تتحط بيتحطє مجموعة من المحددات والقصص اللي تم المحاسب عليه. يعني ايه? يعني هو الموازن بتقول له الله سعر الدولار هيبقى في حدو كام? لان في حاجة عنده حاجات بتجمل خارج. طيب الميزانية الموازنة مقدرة الدولار بكام? ما بين ستة ربعين لتمانية ربعين. السنة كاملة جاي? اه. طيب مقدرة سعر مقدرة سعر البطرول بكام? خمسة وتمانين دولار. هو الموازنة الحالية اللي احنا فعلها تنتهي كمان شهرين دي. اه. تمانين. هو زودول خمسة وتمانين لان برضو عندنا مشاكل ناحية الاقليمية والحوسيين وباب المندب. طيب. فالحتة دي خمسة وتمانين. مقدر ان حجم الناتج المحلي الاجمالي. كل شغل مصر. الناتج المحلي الاجمالي ده ببساطة. كل ما تنتجه مصر. من سلع. من خدمات. من منتجات. من محاصيل زراعية. من شغل حضرتك. من شغل كل الدولة دي بالشغل بتطلع عد ايه? سبعتاشر تريليون جديد. ده المتوقع ان الدولة دي تطلع او تشتغل وطلع منتج وخدمات. اه بسبعتاشر تريليون. يعني اه. يعني سبعتاشر الف مليار جنيه. طيب. احنا الموازنة عادة بتقسم لاربع ابواب رئيسية. وما زالت على هذا الحد. ما هم الاربع ابواب دول? اول باب وده باب كبير جدا اللي هو الدعم. هم. الدعم السنادي السنادي او السنة القادمة بازن الله لاربعة وعشرين خمسة وعشرين. دي المتوقع فيها ستمية خمسة وتلاتين مليار جنيه. طب كنا كام الوضع الحالي خمسمية تسعة وعشرين. انا هحاول بس اقرب. 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 هنقول خمسمية وتلاتين حاليا. والسنة الجاية اللي هتبدأ من واحد سبعة ستمية خمسة وتلاتين. يعني تقريبا. مية وخمسة مليار زيادة. يعني حوالي عشرين في المية من دعم الحالي. طب الدعم ده الهدف منه ايه? ان انا اشوف الاسر اللي هي المحدودة الاكسر احتياجا. ازود طلباتها. ازود يعني الدعم المال المقدم لها ايضا في الخبز في السلغ في في الكهرباء. اي دعم المحكومي خلال العام المالي القادم هو في حدود ستمية خمسة وتلاتين بليار دينة. دا اللي يشمل حياة كريمة. حياة كريمة تكافل وكرامة. لا لا حياة كريمة مخصص لها مبلغ تاني. دا مخصص لتكافل وكرامة? دا متخصص لتكافل وmer تكافل القوامة السنة دي هتكون الدعم تكافل القوامة بيصرف عليها جهتين. اه. التحالف التحالف الاهلي. وده بيصرف في حدود خمسة مليار. والدولة بتصرف في حدود من اربعين ل اتنين واربعين مليار. طيب. وده المخصص لها السنة. هل الدعم ده داخل فيه دعم رجيف الخبز? اه طبعا. ما انا هحكي. الحدارة بقى الاوقام بالزبط اللي هي اوقام الدعم المستهدفة. اه احنا قلنا الدعم خمسة وثلاثين مليار. دعم السلعة التامونية مئة اخبعة وتلاتين مليار جنيه. المخصص يعني السلعة التامونية. اهالينا اللي عنده بطاقات آآ تموين اللي هما عددهم حوالي ستين مليون مواطن مصر بيحصل على دعم من السلعة التامونية بياخدوا غز والسكر ومن المحلات البقالة ده مخصص ليه مئة اخبعة وتلاتين مليار جنيه. طب كنا قبل كده كان او السنة دي كان كان مئة سبعة وعشرين مليار. يعني الزيادة بحوالي خمسة ونص في المية او ستة في المية. تمام? عندنا دعم منظومة الخبز حتى كنت بتكلم عليها. موجه لها مية ستة وعشرين مليار جنيه. دعم منظومة الخبز. ده كنا كم? كنا السنة دي كنا مية وعشرة مليار. فزدنا بحوالي ستاشر مليار جنيه نسبة الدعم الموجه للخبز. تمام? عندنا المواد البترولية. آه الاسعار بنزين زادت. بس ما زالت هناك الدولة بتقدم دعم للبنزين والسولار والغاز رغم ان هو زيادته. ليه? لان هو سعر العالمي زاد. ده من ناحية. يعني البترول كان من حوالي سنتين بستين. فالنهار ده بقى بكمانين. ستين دولار للبرميل. للبرميل. النهار ده وصل خمسة وتمانين. في بعض الاوقات السنة الفاتت وصلة عدت تسعين وعدت المية. ثم راجع تاني. طب دعم المواد البترولية كم? دعم المواد البترولية مية اربعة وخمسين مليار جنيه. مية اربعة وخمسين. كنا كم? كنا مية وتسعتاشر مليار جنيه. يعني. ده كده متوسط الستمية خمسة وتلاتين. لا لسه عندنا عندنا دعم اسكان. اللي هو الشواء المقدمة. اسكان الاجتماعي. اسكان الاجتماعي ومحدود الدخل. ده كم? ده مقدم له حداشر مليار. حداشر وتسعة من عشر. قول اتناشر مليار جنيه مقدم له. كنا كم? كنا تمانية ونص. يعني في زيادة فيه. ده بيدي توجه ايه? ان الدولة خلال الفترة القادمة هيكون هناك بناء لوحدات سكنية مدعمة للشباب ومحدود الدخل والاقصى احتياجا بحوالي تلاتة مليار زيادة. طب دكتور عمليم ده جزء الاول من الموازنة الذي يتعلق بالدعم. تمام. احنا عندنا تلات ابواب تانية بنصرف عليهم. احنا بس عندنا في الدعم لسه فيه جزئين في الدعم تاني لو يمكن قلهم لحضرتك. اللي هو الدعم الموجه للعلاج على نفقة الدولة. وده برضو قطاع مهم جدا. وده هيكون في حدود تمانية مليار جنيه. ده موجه وفيه ده دعم التأمين الصحي والادوية وده ستة مليار جنيه. فرقم برضو يعتبر عالي. ده اول جزء بالموازنة اللي هو الدعم اللي بشكل ستمائة خمسة وتلاتين مليار جنيه. صحيح. التلاتة بابل بقيين اللي الموازنة. عندنا الاستثمارات الاستثمارات محتوطة. اه اجمال الاستثمارات خاصة بالدولة المصرية هتكون في حدود تريليون جنيه. يعني الف مليار. دي اللي هتعمل بقي ايه? مدارس مستشفيات. مدارس مستشفيات بنية تحتية. اه طرق اه اه ان نقول مساكن نتعمل بيها اه يعني كل ما يطلق عليه استثمارات مشاريع الدولة هتخش تساهم فيها. تمام? كل ده هيبقى في حدود تريليون. طيب. بس في نقطة. لا خلي التفاصيل بعد الفاصل. طيب. البند التالت ايه? البند التالت المرتبات والاجوخ. هتشكل كم? ده هتشكل حوالي خمسمية وسبعين مليار جنيه. مرتبات واجور. اه. لان في زيادات تمت. برضو خلال الفترة الفضل على حق اه سيد الرئيس اه اه زود المرتبات وزود الحد الادنى للمرتبات بستة الاف جنيه. فكل ده اه زيادة. الزيادة دي نتجت عنها ان الدولة هتقوم. والمعاشات زادت والمعاشات زادت. المرتبات زادت. والحد الادنى زاد. فكل ده هيزود المرتبات بحوالي تمانين مليار. البند الرابع? البند الرابع اللي هو الخدمات اللي هو الصحة والتعليم والبحث العلي. ده مخصص له كامل? ده مخصص له حوالي واحد وثلاثة من عشرة مليار. هنقسمهم بقى في تمنمية للتعليم في تلتمية ستة وتسعين للصحة في مية اربعة مية تسعة وتلاتين للبحث العليم. نطلع فاصل وتفاصيل اكتر في بنود الموازنة بعد الفترة. بجادر التحية لحضراتكم حواري لا يازال متواصل حوله ان احنا نعرف حضرتك يعني ايه الميزانية الجديدة بتاعت الدولة. اه معايا ومع حضراتكم ضيف دكتور عبدال مسايد مدير مركز الكهاري للدراسات الاقتصادية. كنا بنبسط الامر قبل الفاصل وبنقول ان احنا ميزانيتنا اه اراداتنا هتعمل في حدود الفين وستمائة مليار جنيه. لكن مصروفاتنا هتبقى في حدود تلات تلاف وتمنمائة مليار جنيه. كده هيبقى عندنا عجز ما بين المصروفات والارادات الف ومتين مليار جنيه بمتوسط ميت مليار جنيه شهد. دي اللي الحكومة بقى بتستلفها سواء من الداخل او الخارج. دكتور عبدال نعم قال ان احنا عندنا اربع ابواب رئيسية الموازنة اه بتصرف عليها. اللي هي الدعم وقال لنا عن رقم ستمية خمسة وثلاثين مليار جنيه. وقال استثمارات تريليون جنيه. وقال مرتبات خمسمية وسبعين. خمسمية واحد وسبعين مليار. خمسمية واحد وسبعين. سم بند الرابع اللي هو الخدمات بقى الصحة والتعليم. اه الصحة هيتصرف عليها وبعمية خمسة وبعمية ستة وتسعين مليار جنيه. السنة دي او الموازنة الحالية كانت تلتمائة ستة وتسعين يعني زادة حوالي مئة مليار جنيه. التعليم. التعليم هنا هكلمه على التعليم ككل. اللي هو التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي. تمنمية تمانية وخمسين مليار جنيه. كنا خمسمية واحد وتسعين مليار جنيه. فده زاد برقم او بهامش كبير جدا. وده برضو الهدف منه ان يحقق مستهدفات الدستور المصر. طب كخبيرك سيد دكتور عب منا. ايه الفرق بين الموازنة الجديدة والموازنة الحالية. يعني ايه التطور للحسن او الاضافات او بنود الانفاق اللي زادت. عندي بندين زادوا بشكل واضح. الخدمات خاصة من التعليم والصحة. يعني ده ما نكلم على التعليم فزاد في حدود تلتمائة مليار جنيه او تلتمائة وعشرين مليار جنيه. وده رقم كبير. الصحة زادت بميت مليار جنيه. واحنا دايما كنا معتدين ان الصحة تزيد من تلاتين لعشرين مليار او من عشرين تلاتين مليار سنويا. لأ النهاردة بنكلم في ميت مليار. آآ المواتبات زادت برضو احنا بنكلم كنا زادت بحوالي تمانين مليار جنيه نتيجة الزيادات. دول اكتر البنود اللي فيها زيادات داخل الموازنة العامة المصرية. لكن اللي لافت للنظر انه انت بندل ارادات عندك اتنين وستة من عشر هيجي منين. لسؤول مهم. جاي من الدرايب اتنين تريليون يعني الفين مليار جنيه. ده متوقع او مستهدف من الدرايب. هو طبعا. رقم ده زاد. زاد. كان قبل كده تريليون بس. لأ كان آآ يعني هو هو بدأ من تريليون لكن هو كان اخر حاجة وصل في واحد وسبعة من عشر. واحد وستة من عشر. فزاد ربعمائة مليار. هو الحديث عن انه ليس هناك اي زيادات ضربية جديدة. مه. وليس هناك تغييف في سعر الدرايبة. مه. ولكن هو الهدف ان يكون هناك ادخال. شرائح جديدة. آآ شرائح جديدة. اه ضم الاقتصاد غير رسمي. آآ يعني انا يمنى ما فيش ضغايبة جديدة. عشان الناس مش هتستحق يعني. الاستسوار. ده مهم. واشجع للسما. لكن هو السؤال هو احنا حصلنا قبل كده فعليا ما الدرايبة قد ايه? وآآ وباود عايز اقولي هنا معلومة. الدرايب اللي تقفل شركة دي مش ضغايبة. بمعنى ايه? بمعنى انه في يعني ما يبقاش هناك تعنت في تحصيل الضغايبة. انا ممكن اكون مستسمى ومحقق ربح وفحصت ضغايب بتاعتي وعليا مشكلة. فبسددها. اسدد بالقصط. بسددش كاش. آآ بيسمح. بس ما تحملنيش فايدة. ما انا مش ما انا لو قادر اسدد الضغايبة بتاعتي كنت سددتها. لكن انا بقول لك بالقصط عشان عدم قدرتي وعدم وجود السيولة. فتخفض معي الشويحة. انا ما تحملنيش فايدة البنك المركزي. على الاقصاد المستحقة علي. فلازم اخد في الاعتبار ان الضغايبة هدف ان انا تكون احد وسائل اشجع بها الاستثمار. وليس ان انا اجابه او احارب الاستثمار. ما يجيش المستثمر النهاردة فكرتنا عن الضغايب ما تبقاش جباية. وده مش موجود بس انا ما يبقاش عندي ضغط من مأموريات الضغايب ان انا حصل ضغايبة عالية. لسبب بسيط لان انا لم قعد النقطة المضيئة في الاستثمار في الوطن العربي. عند السعودية عند الامارات. كله بيخفض. النهاردة لما انا كن مستثمر افتح في مصر وادفع ضغايبة اتنين وعشرين ونص وانا عندي دولة جنبي بتبتع خمسة في المية. اه تكليف علي. عنصر جزب. عنصر جزب. طب ان انا موافق معاك باتنين وعشرين لان انت عندك عامل تانية جزب. عندك عمالة رخيصة. وعمالة رخيصة. سوق مية وعشرة. واراضي واراضي كبير. صور كلمة سوق كبير ديت احنا بنقولها كده. لكن هو سوق كبير. آآ كبير في استهلاك الاكل. لكن مش كبير في استهلاك عربيات. لسبب. او تكنولوجيا او كده. لانه انت نسبة الفقر عالية. وفالسوق بيحرك في مصر عشرين لتلاتين في المية. الباقي لأ. ده يعني آآ بياخد بعض المواد الفقر. طب حتى لا الوقت يمشي بسرعة. ماشي تمام. احنا عندنا دلوقتي اول ملاحظة اللي هي الضرائب ارتفعة كده. طيب. حلفت انتباك مزيد من الانفاق على بنود زي الصحة تعليم. اه طبعا. الصحة وتعليم. اذا ما قلت حق. آآ لا دول بندين يعني فعلا فيهم توجه كبير جدا. ان يكون موازنة مقدمة لتقديم خدمات افضل للمواطنين. خاصة بندين الصحة والتعليم. دول اكثر حاجات المواطن بيحتاج كبيرهم. آآ ابني يتعلم في مدهسة كويسة. يكون فيه انفاق عليها. آآ فيه آآ خطة تعليمية محترمة. فيه تطوير في المناهج التعليمية. فكل ده محتاج تكلفة. فزادت. البحث العلمي زاد. هو ما زادش بالكمية العالية. او كان ميت مليار اصبح مية تسعة وتلاتين. يعني هنقول تقريبا. 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 فرقم يعتبر جيد بنسبة لحجم الزيادة. ما انا عايز اقول ده بيؤشر على توجهات جديدة. دوجهات للدولة. ان انا عايز ادعم بحث علمي. بالضبط. ازود الحماية الاجتماعية. بالضبط. الحماية اجتماعية طبعا زي ده. اه فاحنا متكلم زيادة ده ما انت قلت في حماية اجتماعية. اه تحسين الخدمات او تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن. ودول اهم بندين. سواء كانوا في اه في الصحة سواء كان في التعليم. سواء كان في الاسكان. لما كلمنا على الدعم قلنا فيه تلاتة ونصف مليار زيادة في عملية الاسكان. هتوجه فده معناه ان فيه وحدات سكنية. هيتم بنائها خلال الفترة القادمة. الجزء التاني انه انت النهار ده بتكلم على مؤشرات برضو الموازنة السنة دي في حاجة جديدة. انها هتبقى الموازنة الخاصة الحكومية وده مهم جدا. وهيضم او هيكون مش مش هيضم. ولكن هيكون ملحق لها. بيان بالهيئات الاقتصادية احنا عندنا في مصر حوالي تسعة وخمسين هيئة اقتصادية. فيكون فيه بيان لواحد وربعين. نشرح للمواطن ندي لي مثالين لهيئة اقتصادية. الهيئات الاقتصادية هي هي بيتم اه وضعها او كيانات موجودة داخل الدولة المصرية. زي مسلا هيئة البترول. زي هيئة قناة السويس. هيئة سكك حديد مصر. اه الهيئات دي بيبقى لها ارادات. وليها مصرفات. فقط. فهي بتبقى منفصلة عن الموازنة العام. ولكن تدرب تحت رقابة المجلس النواب. ويتم الاشراف عليها من الحكومة. دي عطل حق بالموازنة. هتقل حق بس ليس الحق ضم. ولكن الحق اشراف. والحق متابعة. والحق انه توجه. ان انت النهاردة الهيئة دي كان مثلا تروح تاخد تمويل من الخارج لوحده. لأ النهاردة لازم يخضع لمجلس الوزع ويخضع لمجلس النواب ويخضع لرئيس الجمهورية. خلاص ما عادش ياخد تمويلات من الخارج الا بموافقات. النهاردة توجهاته. فده هيخلي حجم الارادات لو انجمعت بقى ده مع ده. لأ نوصل بارادات حوالي خمسة رليون جنيه. مش هقدر يعني اتجاهل وانا عارف ان هو ميزانية منفصلة. انا وهم اصحاب المعاشات. طبعا. في زيادة. طبعا تمت. المعاشات موجودة في. اه موجودة في الموازنة وفي زيادة لها حوالي اربعتاشر خمسة عشر في المائة لحجم الزيادة. وكلمة معاشات يعني احنا بنكلم على خدمات او تمويل بيتمت ليه اكتر من عشرة مليون مواطن مصري. هما تعدادة. اه. هو عشرة سبعة من عشرة تحديدة يعني. اه دول اصحاب المعاشات هناك زيادة خمسة عشر بالمائة تم اعدادة وتم يعني دخولها في الموازنة. يمكن الموازنة الحالية تحملت جزء لانه تم تطبيقها اعتبار من ماوس الفين اربعة وعشرين. وبالتالي الموازنة الحالية تحملت عب او جزء معين. وبالتالي الفترة القادمة هيكون الموازنة الجديدة هتكون متحملة برضو باعباء جديدة احنا بنتكلم فيه تمانين مليار جنيه زيادة في المرتبات والزيادة في المعاشات اللي هو حجم الزيادة بهذا البند من العام الحالي الى العام القادم. وده برضو توجه ان انا عايزة ارفع كفاءة وخاصة انه تم زيادة الاعباء العالية او الاعفاء الضريبي. الاعفاء الضريبي كان خمسة وعبعين الف جنيه. زاد النهار ده اصبح ستين الف جنيه. فالزيادة ده معناها انه تقليل الشرايح الدرابية اللي يوصل للدولة او خاصة من موظفين الحكومة وايضا موظفين الكطاع الخاص. ف. معك. خليني اطلع بس فاصل. افتح الباب ليه استاذ المستمعين. اللي عايز يسألنا في هذا الموضوع. تليفون البرنامج اتنين طمانتاشر عشرة تمانية ستة وستين. طمانتاشر عشرة تمانية ستة وستين تليفون البرنامج. ومعايا اول اتصال آآ تليفوني من استاذ سامي. ازاك استاذ سامي. ازاك حج محمد. عامل ايه يا حبيبي? ازاك يا ابو الغلابة يا جميع. الله يخليك. وحشني والله العظيم. انت اكتر رجعني اهو بعد اجازة العيد اهو معك يا عام. وكل سنة وانت جميل وانت بسحة وسعادة. الله يخليك يا حبيبي. ويبسطك يا سيد محمد. قول عايز تسال عن ايه? انا بس عايز يعني ايه? يعني معلش. هتكلم برضى على المستلح العام. فضل. بالنسبة ليه التراجع في الاسعار. اه. بس اه دلوقتي اصد محمد احنا دلوقتي اه بنقول المراقب المراقب عمرين يعني نجمة المراقبة المراقبة. اه. اه استحالة استحالة ان الحكومة هتوفر لجميع السلع الرقاب. اه. طبعا. استحالة. فهي انا هنا بطالب الحكومة يعني دلوقتي مسلا اه المخابز السيحية. اه. صعب. اه يعني انا 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 بس في حاجة كنتكلمت حضرتك فيها من حوالي خماشر سنة. موضوع المخبز القالي اللي هو قمت عقبة دا. اه. المخبز دا ضخم كان يعني بيدخ الكمية وكان من اه من اجود العيوش اللي بتطلع فينه سواء فينه او شايف او بلدي. المخبز دا واقف دا قال ي اكتر من خماشر سنة. ده تحت تحت دولة مين? والعمالة اللي فيه قاعدة. طب ده مش شكوى لوزارة التموين ومدري التموين. ما انا اتكلمت في الموضوع دا انا عايز اعرف ايه سوء. يعني. طب قول العنوان على الهواء وابعد شكواك على الهواء اه. هو المخبز القالي معروف اللي هو كان يعني يعني اه 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 عطريق المحور. اللي هو عالمحور على طول. نعم. وخبار حضرك اللي هو عند النفع. طيب انت الشكوى والوصف على الهواء اتمنى من السادة المسؤولين في وزارة التموين جدونا افادة اورط هاخد سؤالك واروح لدكتور عبد المنعم واقول له دلوقتي دكتور عبد المنعم هل الرقابة شايفة هي الاداة الوحيدة اللي في ايد الحكومة لضبط الاسعار طيب احنا الرقابة اتعمل فيها اكتر من حاجة يعني طبعا هو مفهود فيه جهاز اسم محمية المستهلك في حاجة بالنسبة للتموين مباحث التموين فيه مجلس الوزارة طلع يعني فرق من عنده تتابع الاسواق والمحلات وسلاسل المحلات الكبرى اتعمل دلوقتي اسمه وردار الاسعار موجود فيه سبع سلعة اللي هو الفول والسكر واللبن والغز والشاي السبع سلعة دول لو احنا والحكومة منذلة متوسط اسعار اليوم لو المواطن دخل في اي محل في اي سلسلة في اي مطجر في اي بقال لقى سعر عالي عن الاسعار المعلنة موجودة على الابليكيشن بيبلغ وبيصور المنتج وبيصور المحل وبيتم اتخاذ فعلا لي يعني اجراء ضد هذا المحل يمكن بيتصل الى الحبس او تغريم حوالي اتنين مليون جنيه ده وسيلة لان برضو مش كل المواطنين معهم موبايلات عليها ويخش يدخل بس احد الوسائل لكن هو الفكرة لابم سياسة الردع اه الدولة وما فيش دولة في العالم تقدر تتابع يعني الجهاز الاداري في الدولة كامل انت خمسة مليون طب انا عندي ده خمسة مليون ده كل موظفين الدولة طب انا عندي سلعة ومحلات ومتاجر موجودة في مصر بتخدم لمية وعشر مليون او مية وخمسناشر مليون بالضيفنا تمام طيب هل الخمسة او الاتنين مليون هيقدر يشوف كل المنافذ الموجودة داخل الاسواق طبعا قولا واحدا وما فيش دولة بتعمل كده مش هشغل عسكري او هشغل اه 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 يعني مفتش على كل مواطن الكلام ده مش يحصل لكن انت عندك الية اداة اللي هي ايه او الله عندي جهات رقابية بتمزل تعمل عينة لو انا تاجر وسمعت ان الشرع اللي بعدية فيه تاجر اتمسك واتخد فيه حبس واخد غرامة واتقفل المحل بتاعه انا هحترم نفسي وهبيع بالسعر المواتات وانا قربت ان هالحلقة تعالى اعود للموازنة مرة اخرى وعندي كم سؤال اه قراءتك للارقام اللي موجودة للموازنة وتقدرات الدولة لسعر صرف الدولار وسعر البطر بتقول ان التضخم اي ارتفاع الاسعار في مصر في العام القادم المالي من واحد يوليو القادم هيشهد تراجع ولا سبات لا هيشهد تراجع بس مش تراجع كبير بمعنى ان احنا بنتكلم في متوسط معدل تضخم اللي انا شايف وهو طبعا المعلن هيبقى في حدود من 15 على 20% لا انا شايف هيبقى في دين يجي 30 بوضع في حدود 30% لا خلينا نتكلم ما هو الرسم الرسم الان 31 اه حاجة احنا نهار ده رسمي بنتكلم ما بين 33 ل37 ده معدل متوسط التضخم الشهري عندنا طيب وان كان في بعض الشهر بتوصل ال 42% طيب بس هزا التضخم وفق الموازنة الموازنة بتقول انه هينخفض ينظل ما بين 15 على 20% طيب ان كان ده صعب خاصة ان انت عندك عوامل خارجية المشكلة مش كده مش عندك انه مش كل حاجة جوه في مصر طبعا انت عندك حتى التصديق اللي انت بتصدقه اه مكون سلع بيجي لك من الخارج 70% منه صحيح فانت فانت معتمد على الخارج انت عندك مشاكل اكلومية عندك مشاكل دولية عندك مشكلة ده يعني عكس بصورة او باخرى على اقتصادك الداخل طبعا طبعا بكل بكل لان انت مش عايش بمعزل عن العالم انا بس اللي كنت اتمناه في الموازنة انه حجم طبعا هو فيه جزء للقطاع الخاص كاستثمارات وده موجود يعني التريليون جنيل او الالف مليار اللي احنا بنتكلم عنهم اللي هم حجم الاستثمارات لا الحكومة هتشارك في حدود خمسمائة وسبعين خمسمائة وثمانين وفيه عندنا الباقي هيكون القطاع الخاص انا كان يكون هناك زيادة او تمكين اكثر للقطاع الخاص ان يكون عنده مشروعات داخل الدولة المصرية وكون ده هينتج عنه انه يكون فيه تحفيز للمستثم سواء كانت باعفاءات سواء كانت بتسهيلات سواء كانت باعتراق اراضي صناعية بشكل ميسر للشباب لرجال الاعمال انا عايز استقطب رجال اعمال استقطب شركات كبرى موجودة داخل المصري وداخل ايضا الموجودين حاليا يكون زيادتهم انا عندي دعم السادات انخفض وده برضو مؤشر انا شايفه مش جيد يعني بمعنى ايه انه دعم السادات كان تمانية وعشرين مليار جنيه الى النهار ده واحد وعشرين مليار ممكن اه اتفاهم ده في حالة واحدة انه يكون الواحد وعشرين يتم صرفهم دفعة مباشرة يعني المفضل مباشرة بدأ ما يتقصط على انا كما صدرت بدرعة تمانية مليون دولار او علي دعم صدرات مئة الف جنيه بدأ ما اخدهم تلات اربع اجزاء اخدهم مرة واحدة اخدهم تمانين اه دبعا ده افيد واحسن للمصدر عن القيمة اللي هو بياخدها في نهاية لقائي مع ضيفي الكريم بوجه له التحية دكتور عمينم السيد مدير مركز القرية للدرسات الاقتصادية اتمنى ادينا اضافة او انارة حول الموازنة الجديدة للدولة المصرية علما ان احنا هنتناول الموضوع بتفاصيل اكتر في حلقات قادمة كل التحية لكم حلقة انتهت معكم سلام عليكم